دلوقتي بنقول هنتكلم يعني في التمثيل البياني لدلة الاستهلاك ودلة الادخار وعشان الكلام بتاعنا يبقى واضح هنحاول نتكلم على طول على الشكل البياني لو نلاحظ من خلال الشكل البياني الآتي نلاحظ أنه دلوقتي عندنا خط الأزرق وعندنا خط برتقالي الخط الأزرق هذا بيسمى بخط الدخل وهو خط الـ 45 وليه سومية بـ 45 لأنه بيسم الزاوية القائمة اللي هي موجودة عندنا هنا في الشكل إلى زاويتين 45 تحت 45 وفوق 45 طيب الخط البرتقالي اللي هو دلة الاستهلاك اللي هي السي لو نلاحظ أن الدلة دية دلة تزايدية أو دلة مجابة الميل وهذه الدلة دلة ترضية في الدخل يعني بزيادة الدخل يزيد الاستهلاك وبنقص الدخل ينقص الاستهلاك طيب كلام سهل وبسيط بس عايزين نلاحظ بس حاجة بسيطة جدا للغاية بنقول أن دلة الاستهلاك ليه ما بدأتش من نص صفر تقولي والله ما ينفع تبدأ من الصفر لأن الاستهلاك ما ينفعش يكون صفر وإحنا من شوية في المثال بتاعنا اتكلمنا أن فيه حاجة اسمها استهلاك ذاتي أو استهلاك مستقل هذا الاستهلاك لابد أن يكون مقدارا مجابا وهو حد أدنى من الاستهلاك لا يمكن للإنسان ينعيش بدونه وفي المثال عندنا كان الاستهلاك ذاتي أو المستقل بيساوي 100 أو موجب 100 طيب أنا عايز دلوقتي أطلع دلة الاضخار من العلاقة ما بين الدخل والاستهلاك أطلعها إزاي؟ بصوا معايا في المثال لو أنا لاحظت دلوقتي أن أنا عندي دلوقتي عشان أطلع دلة الاضخار لازم أرجع تاني لدلة الخط الدخل ودلة الاستهلاك وأشوف أن العلاقة ما بين الدخل والاستهلاك مشت في سلاسة مراحل المرحلة الأولى ما قبل التعادل ثم مرحلة التعادل ثم ما بعد التعادل بالنسبة للمرحلة اللي هي قبل التعادل اللي هي فيها بالزبط الاستهلاك أعلى من الدخل والله لما يكون الاستهلاك أعلى من الدخل هيكون الاضخار هنا موجب ولا سالب هكيد هيكون مقدارا سالبا لذلك هنا نلاحظ أن تحت هنا فيه سالب 100 لكن فوق خالص هنا كان فيه 100 عند الاستهلاك لكن في الاضخار فيه سالب 100 بمعنى إيه بمعنى أنه لما يكون الاستهلاك أعلى من الدخل يكون الادخار عندي مقدارا إيه سالبا طيب لما يكون في المرحلة الثانية لما يكون الدخل والاستهلاك متساوين عند النقطة إنه واحد لما يكون الدخل والاستهلاك متساوين تماما هيكون الادخار في الحالة دي إيه لازم يكون صفر طالما كل الدخل يصرف أو ينفق على الاستهلاك يبقى الادخار بتاعي يبقى إيه صفر يبقى المرحلة أولى سالب إدخار سالب المرحلة اللي في الوسط اللي هي فيها الإدخار واللي فيها الاستهلاك يساوي الدخل لابد أن يكون الإدخار فيها صفرا طيب المرحلة السالسة اللي فيها الدخل أعلى من الاستهلاك لما يكون الدخل أعلى من الاستهلاك لابد أن يكون الإدخار مقدارا موجبا دلوقتي بنشوف نقطة الدخل التعادلية أو نقطة التعادل طبعا نقطة الدخل التعادلية أو نقطة التعادل هي اللي احنا شفناها في الرأس عند ال-N1 اللي هي عند النقطة التي تساوى فيها كل من الدخل مع الاستهلاك الدخل مع الاستهلاك وبرضو مش نقطة التعادل هي ال-N1 وبس ده نقطة التعادل كمان هي عند ال-N2 حيث تعرف برضو نقطة التعادل إن هي النقطة اللي بيوصل عندها الإضخار إلى الصفر فنقطة التعادل ممكن نوصل لها من خلال الشكل السابق من خلال النقطة N1 اللي هي دية نقطة التعادل أو من خلال النقطة N2 فنقول على نقطة التعادل اللي هي ال-N1 هي نقطة التي تحقق عندها التعادل المطلق بين الدخل والاستهلاك أو هي النقطة التي يصل عندها حجم للدخار أو مجموعة للدخار صفرا وعلى يمين نقاط التعادل سواء كانت N1 أو N2 بيبقى للدخار موجب وعلى يصارها بيكون للدخار سالبا